рыв يش yea جمعا دمكي معديم، موضوع حالتنا نهاردة ازاي تقدر تعرف شاش تلفون بتاعتك على الكمبيوتر بالشكل انتم شايفينه ده. ايه رأيكم يعيزكم العيب مش كده مهم خلينا في موضوع حالتنا النهاردة ازاي ت über تعرف شاشتك الم tactics على القطع يطلبئك بال Philadelphia بشكل انتم شايفينه ده والبرنامج مجاني تماما وبدون اي مشاكل انчاء الله. ويلا اعطوه ان في موضوع حالتنا النهاردة طبعا من تنساش بقى اللايك الفيديو وراح اكمل الجيم وارجع لكم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وحلقة جديدة من خبرات اونلاين. البرامج اللي احنا بنستخدمها عشان نعرف شاشة الموبايل بتاعنا على الكمبيوتر كتير جدا جدا. وطبعا اه للاسف كلها مش او معظمها مش مجاني. وعشان كده او كويس منها مش مجاني يعني. وعشان كده بنلقى بقى الموضوع الباتشات والسريلات واللي انت عارفين موضوع ده بقى خطير جدا بسبب الفيروسات الكتيرة المنتشر حاليا. وعشان كده النهاردة ان شاء الله معنا طريقة ممتازة جدا وبرنامج ممتاز جدا. واهم في الموضوع ان هو مجاني تماما بدون اي مشاكل وبشتغل على اي آآ ويندوز كمان بينفع للماك واللينكس لكن احنا هنشرح النهاردة على الويندوز فقط بما ان انا ما عنديش غير الويندوز بتاعي ده الكحيان اللي هشرح لكم عليه دلوقتي. فخلينا نروح على الموقع اللي هننزل منه البرنامج ده. ولكن طبعا قبل ما نروح على الموقع اللي هننزل منه البرنامج هتمنى بتنسناش من دعمكم الجميل اللايك والاشتراك في القناة تبعا تسعين في الامية اللي بتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة على الحاسة طبعا الاحصائيات اللي شفتها مؤخرا يعني وحاجة صدمة بصراحة. ولكن يلا مش مشكلة. المهم خلينا نروح على موقع آآ جيت هاب اللي هنجيب منه البرنامج بتاعنا اللي هنشغل به آآ او هنعرض به شاشة الموبال بتاعنا على الكمبيوتر. موقع جيت هاب ده موقع آآ خاص بالمطورين او المبرمجين. وهننزل منه البرنامج بتاعنا فهننزل كده تحت خالص زي ما نشايفين كده هنا ديه المعلومات بتاعة آآ البرنامج اللي هنشتغل به بيقولك ان هو بيشتغل على يعني آآ لازم على اليو اس بي تقدر توصله من طريق اليو اس بي وبيشتغل على اللينيكس والويندوز والماك او اس طبعا احنا زي ما قلنا هنشرحه على الويندوز فقط. ولو نزينا تحت كده بعد المعلومات الخاصة بالبرنامج كده اللي هو بيقولك بيشتغل البرفورمانس بتاعه الدي ايه والكواليتي والكلام دوت هننزل كبا لك هلا نلاقي آآ اللينيكس وبعدين الويندوز وزي ما تلكم هتلاقي كمان الماك آآ او اس ولكن هنشرح على الويندوز فقط. خلينا في الويندوز اللي احنا بنشرح عليه وهنروح على اللينك ده وهنحمل البرنامج بتاعنا هو مضغوط وحجمه بسيط جدا ومش كبير يعني. هنزل معنا بالشكل ده. وزي ما تلكم هو الحجم بتاعه مش كبير ده هو اتنين وعشرين ميجا بس. هنزل معنا بالشكل اللي شايفينه ده كده مضغوط. فطبعا هنستخدم برنامج اللي هو الويندر او اي برنامج فقط للضغط لانه زي ما تشايفين نازل بشكل مضغوط. هنضغط عليه كليك كايمين هنا ونقول له اكستراكت آآ في نفس الملف كده نخليه ملف الواحده مش اكستراكت هير عشان هننزل الملفات كلها فبنقول له اكستراكت كده عشان ينزل في ملف زي ما نشايفين بالشكل ده. هينزل بالشكل ده كده لو ضغط عليه كده هتلاقي الملفات اللي جوه دي. فهنعمل دل وقت هنروح نعمل له آآ او اعادة تسمية كليك كايمين عليه. ونقول له هنا وهنشيل جزء ده كده كله. ده اسم البرنامج بتاعنا. بالشكل ده. ونقول له انتر. نضغط على زرار الانتر من الكيبورد. كليك كايمين عليه كده. ونروح ناخده كده. ونروح على السي. السي او الجهاز او البرتيشن اللي انت منزل عليه الويندوز. انا عندي البرتيشن اللي منزل عليه الويندوز في السي. اهم حاجة يكون في البرتيشن اللي منزل عليه الويندوز. وهتضغط عليه كده ويخش على الملف من بره او البرتيشن من بره ما تخش على اي فلدورات تانية. وكليك كايمين وتعمل له باست او آآ نسخ في المكان ده. هيتنين معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. كده خلاص احنا كده اعتبر خلاصنا البرنامج فاضل خطوة تانية ولكن الخطوة دي من الموبايل. الطريقة لاشتراح لكم دي عن الموبايل انا اشرحها على التليفون اللي هو المي ناي لايت. آآ طبعا ممكن ممكن تختلف بقى من تليفون لتليفون او آآ طبعا آآ يعني هي مش مختلفة قوي ولكن الموضوع هي بقى بسيط جدا. وبعدين لو آآ يعني الموضوع صعب عليك قوي انت ممكن تبحس بآآ اسم الهاتف بتاعك او اسم التليفون بتاعك على اليوتيوب وهتلاقي طبعا آآ شرحات للموضوع دوت. احنا نفعل حاجة اسمها تصحيح اخطاء اليو اس بي. ضروري جدا لازم نفعلها. وعشان نفعلها محتاجة كم خطوة كده الاول عشان تتفعل. موضوع بسيط جدا ومش معقد. هنروح على حاجة اسمها هنا حول الهاتف. احنا عايزين نشغل حاجة اسمها خيارات المطور. لو خيارات المطور دي موجودة عندك فخلاص انت كده مش هم الخطوة دي. وهروح على حاجة اسمها اصدار الاندرويد او رقم الاندرويد او الام يو اي او مش عارف يعني ممكن تكون على حسب كله طبعا نجاز والاسم بتاعه. انا عندي هنا في الاصدار المي اي 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 ده بضغط عليها كده كم مرة تقريبا سبع مرات كده عشان يقول لي ا او فعل حاجة اسمها خيارات المطور. فانت ممكن تبقى عندك اسمها رقم الاصدار. اه ممكن مرة تبغط عليها برضو بالشكل ده. كل الكلام ده هتلاقيه في حاجة اسمها حول الهاتف او ابوت فون. يعني هتروح على ابوت فون هتلاقيه موجود هنا رقم الاصدار. ممكن لو اتعبت اوي ممكن تضغط على كل حاجة لحد ما جيلك الكلمة بتاعت انت مطور برامج فعلا دي او اه فضلك كم خطوة عشان تبقى المطور. خلاص كده احنا كده فعلنا اه خيارات المطور ولكن لسه الموضوع ما خلص لحد كده هنروح بقى على يظهر عندك في الاعدادات حاجة اسمها اه مطور البرامج او خيارات المطور. فانا عندي هنا موجودة في الاعدادات الاضافية هنزع الاعدادات الاضافية كده ده بالنسبة في آآ ناي لايت انت ممكن لو جهازك مختلف ممكن تلاقيها موجودة في الاعدادات من بره كده لكن عندي في الجهاز في شوية حاجات غريبة كده مختلفة شوية. فعما عمتا بروح على خيارات المطور ولاقي حاجة اسمها هنا انزلنا تحت كده هلاقي دور على حاجة اسمها تصحيح اخطاء يو اس بي. اهي بالشكل ده لازم تفعلها لازم دي تشتغل عشان يشتغل معاك البرنامج. تمام كده هنروح بعد كده بوسطة الشاحن بتاعك العادية الوصلة اللي بتاع اللي بتشحن بيها تحطها في الكمبيوتر وتوصلها في الموبايل بتاعك بالشكل ده كده بسطة جدا مفيش اي مشاكل خالص. فهنا بنختار اي بقى عدم نقل البيانات. فاول ما اضغط على عدم نقل البيانات كده فعل لو لو تصحيح الاخطاء يو اس بي دي ما ظهرتش عندك او ما ظهرش العلامة دي او الاشعار ده. اقفل تصحيح اخطاء الي اس بي وشغلها من جديد. فهنقول له هنا كده انا كده بقول له هشغلها بقول له حسنا. هتشتغل معاك بالشكل ده. خلاص انا كده شغلتها. اروح بقى على البرنامج بتاعي او الفولدر اللي انا نقلت في البرنامج بتاعنا. وهنروح كليك يمين على البرنامج كده وانشغله. لازم اشتغل بالشكل ده. ونقول له كده ييس. بتنتظر ثواني لحد ما الكود بيشتغل لو جات لك الرسالة اللي جات لك على الموبايد دلوقتي دي. فبنقول له حسنا تمكين خاصية تصحيح الاخطاء الي اس بي. وبعدين بنقول له هنا كده حسنا استماح. اسمح بقى الكمبيوتر بقى يعني اعلم على كيمة السماح دي. عشان مش كل مرة تظهر لك. ونقول له كده هنا حسنا. بنطلع من البرنامج كده ونخش مرة تانية. زي ما انتم شافين ظهر معايا بالشكل ده. طيب ده كده تمام والحد كده زي الفل انا كده دي. آآ ده كده يعني انا كده دلوقتي شغال على البرنامج اللي عملنا دلوقتي. طيب آآ نجرب كده اي حاجة على السريع قبل ما نطلع كده خلاص ممكن نخش على اليوتيوب. يعني زي زي ما انتم شايفين بالشكل دمكم ده كده شغال طبعا نتبعه في حبتين. آآ ممكن اهو زي ما اللي شغال هنا شغال هنا بالزبط بدون اي مشاكل. رجعنا كده مسلا. انا برضي نفس الخطوة هنا حصلت هنا. طيب حاجة كمان قبل ما نروح بقى ونقفل خلاص طبا احنا كده مش عايزين ده كده في حاجة. حاجة كمان قبل ما نطلع لو رحت هنا وضغطت على آآ السكريبت اللي موجود شغال حاليا دوقتي ولقيت في اي كتير زي كده. انا عندي ايرور هو اي نعم بيقول لي في ايرور ولكن انا شغال كويس. آآ في حاجة مهمة ممكن تروح تنزل البرنامج اللي هو آآ 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 ده برنامج كويس جدا بيحمل لك او بيجيب لك كل البرامج اللي انت محتاجها آآ في تشغيل اي لعبة اي برامج محتاجة بالشكل اللي احنا مشغلين ده. البرنامج ده ان شاء الله اصيب لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو مع رابط الصفحة اللي احنا جبنا منها البرنامج بتاعنا انها شغالين على دلوقتي. وطبعا هتروح تضغط على كلمة ديولود اللي هنا دي وهتحمل البرنامج ده وتصطبه عندك على جهازك. ده في حالة لو في اي مشكلة عندك او اي لاج في البرنامج يعني ممكن تلاقي آآ شوية لاج كده وانت بتطلع وانت بتخش في بطء شوية. ولكن آآ في الالعاب كويس جدا انه رابطه وشغل تمام مش اي مشاكل خالص. فيعني ده الكلام ده لو حصل عندك اي مشاكل في اللاج. طبعا في حاجة كمان مهمة وبرضو قبل ما نقفل آآ لو روحت على الموقع تاني اللي هو وجه بتاع آآ جيت هاب ده هتنزل تحت خالص كده هتلاقي مجموعة من الاختصارات اللي ممكن تستخدمها آآ في استخدام البرنامج تنزل تحت خالص كده في جدول اهو الجدول اهو آآ تقدر تعرف ايه الزراير اللي ممكن تستخدمها من الكيبورد بتاع الكيبورد بتاع الكمبيوتر علشان تستخدم البرنامج ده يعني مسلا آآ الكنترول والسهم اللي في شمال ويمين والكلام ده. كمان في كنترول اف اللي هو بيعمل آآ فول سكرين آآ ممتاز جدا الموضوع ده بصراحة. وبس كده اعتقد ان انا قلت كل حاجة عن طريق تشغيل البرنامج والاخطاء اللي ممكن تواجهك في آآ تشغيل البرنامج. ما تنساش تصحيح اخطاء اليو اس بي اللي خاصة بالموبايل بتاعك. لو تعبت قوي ما عرفتش توصل. ممكن تكلمني على صفحة الفيسبوك واقول لك ازاي ممكن تشغيلها على الجهاز بتاعك. رابط صفحة الفيسبوك اللي اتمنى تعملها لايك ان شاء الله. الرابط هتلاقيه برضو موجود اسفل الفيديو. وبس كده دلوقتي ياسبكم بقى مع البرنامج تجربوا البرنامج وتشوفوا الخصائص بتاعته. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية. طبعا اتمنى ما تنساش لايك للفيديو. واشتراك في القناة طبعا لو اول مرة ليك معنا. واشكركم من المتابعة. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.